مرحبا وكيف الحال؟ الله يكون بيعون شركات السقاير وهي عمالها بتدور عن بديل بديل لسبعة مليون شخص بلقوا حتفهم حول العالم بسبب أمراض مرتبطة بشكل أساسي بالتدخين البديل هو واضح وبديه هو ابني أو ابنك بنتي أو بنتك لأنه 90% وانت يا مدخن بتعرف من المدخنين بدوا التدخين في فترة المراهقة قبل سنة 18 يعني لما كانوا كل بساطة بالمدرسة وهذا اللي بيخلي إعلانات السقاير تطلع على شاشات التلفون والمحمول في ألعاب الأطفال حتى يتعودوا يشوفوا منظر السقارة لما يصيروا الوقت مناسب أنهم بلشوا بالتدخين للأسف حسب استبيان اللي بيّنتوا قناتنا لألفين شخص عبوا الاستبيان ربع المدخنين من اللي عبوا الاستبيان عندهم مشاكل في الإنجاب ربعهم فقط اتمكنوا من الإنجاب باستخدام الأدوية والعقاقير اللي أعطيها لهم أطباءهم في علقتنا لليوم راح نحكي أنه لو أنت قررت تتخلص من عبودية السقارة والاستعباد من شركات السقاير وتخلي مصروفك يروح على إيش تاني إيش بيصير بجسمك لما توقف السقارة لمدة سنة كاملة خلينا نشوف بالترتيب لحظة بلحظة ثانية بثانية إيش بيصير في أحاسيسك وفي تحسن حلقاتك مع الناس ومع جسمك وعائلتك لما توقف السقاير في آخر الحلقة حنجاوب عن السؤال إيش بتسوي السيجارة في دماغك واللي خلتك إلى الآن مش حادر حتى تفكر أو تتذكر كيف بديت وكيف راح تنتهي من هاي الورطة في حلقتنا اليوم حنجاوب عن إيش هو أفضل مشروب ممكن تشرب ويساعده على تغطيف وترطيب الرئة بعد تدك السقاير ونتدرج بتدريجا شو الأسياء والتوصيات اللي تعملها لحظة متوقف حتى ما تتعب كل هذا وأكتر راح نحكيه في حلقتنا اليوم لكن في بداية الحلقة اكتب لي بالتعليقات متى بديت السقاير قديش كان عمرك بالظبط لما دخنت أول سيجارة وكم من المدة الزمنية اللي صار لك بتدخن فيها أيش الأمراض وهل أنت من الناس اللي عندك بلغب ودائما بتكح وهل عندك مشاكل صحية وإذا أنت من الناس اللي أوقفت السقاير اكتب بالتعليقات لأنه غيرك حيقرأ التعليقات حتى نشوف تعليقك كيف وقفتها وهل انجحت وكم صار إلك موقف تدخين أكيد في بداية حلقتنا اليوم جيب ورقة وقلم فنجان قهوة خلينا نسجل كل التفاصيل ترك السقاير والتدخين مش موضوع مستحيل ولا موضوع صعب لأنه غيرك كتير تركوا السقاير لكنه موضوع مش سهل فأنت رح تتحدى أول إشي العلم والجشعة مع شركات التبغ والتخان اللي يخلوا المواد الموجودة فيها من خلال العلم تخليك تدمن عليها من أول ما أنت طفل بدأتها لحتى ما يتكون انتهى عمرك هذه السقايرة والتدخين اللي ما تتركها رح تتحدى جسمك اللي تعود على كمية النيكوتين وخصوصا الجهاز العصبي اللي رح يمرمرك في اليوم الثالث واليوم رح نحكي بالترتيب إيش بصير فيك خلال الرحلة اللي حتوقف ميها السقايرة بالترتيب فعلقتنا اليوم رح نحكي عن إيش بصير لما أنت توقف السقاير وفلنفترض أنك وقفت السقاير في هذه اللحظة بعد عشرين دقيقة من إيقافك السقاير تدخل في أول مرحلة من مراحل ترك السقاير هذه المرحلة بتكون مرحلة سعيدة لأنه برتفع كمية الأكسجين اللي في الدم انخفاض تركيز ثاني أكسيد الكربون وبتقلص كمية أول أكسيد الكربون عندك في الدم ارتفاع كمية الأكسجين معناته بخفة ضغط والتوتر عندك في الجسم جسمك بطل عماله بيختنق من الداخل معناته في داعي أنه نقلل التوتر نقلل الكرتزون والأدرناليد معنا ذلك هيقل قوة النبضة عندك عدد ضربات القلب وهينخفض ضغط الدم مع توسع الشرايين اللي بتصير مع انخفاض كمية النيكوتين في الأوعية الدموية معناته ضغطك بنخفض وأهم من هيك بتبلش تحس أنه أطرافك بتبلش ترتفع حراورتهم شوي كل بساطة بالزياد كمية الأكسجين الواصلة إلها اتنين توسع الأوعية الدموية اللي بتسهل دخول هذا الأكسجين وجود الأكسجين بيرفع عملية الحرق في الخلايا الأطراف البعيدة وهذا اللي بيخلي إيديك يدفو بمجرد أنك ما تكون مدخن أما بعد ساعتين من ترك السقائر روحوا بكل بساطة جيب جهاز السكر تبعك وقيص قراءات السكر عندك في الدم هتلاحظ انخفاض في قراءات السكر دون المعتاد كل بساطة لأنه عملية التدخين وتخفيضها لكمية الأكسجين في الجسم حيرفع عندك الأدرينالين والكرتزون إحساسك المستمر في داخل الجسم أنه فيه اختناق داخل الجسم هيأدي لرفع التوتر وستلس وبالتالي هيزيد كمية إنتاج السكر عندك في الكبد وتحويل كتتك العضلية بالتدريج إلى سكر ودهون هذا الإشي اللي بيخلي دائما مرضى السكري بتزداد قراءاتهم أثناء التدخين مباشرة وهذا دائما منلاحظوا عنا من مرضى السكري المدخلين عنا في العياد بعد 8 ساعات من إقلاعك عن التدخين بنخفض كمية النيكوتين وأول أكسيد الكربون في الدم للنص أول أكسيد الكربون هو غاز سام جدا لا طعمه ولا رائحة إله ومرات في الشتاء دائما وأبدا بيصير في عائلات تفقد حياتها بالكامل لما ينسوا يدفوا المدفئة ويحطوا راسهم يناموا بكل بساطة لأنه أول أكسيد الكربون بدخل على الهيموغلوبين في الدم بانتزع من الأكسجين وبطرحوا خارجا فبالتالي بتفقف عملية نقل الأكسجين من الرئة إلى الأعضاء وبالتالي الوفاء اختناقا لما أنت تكمل 8 ساعات من قطع السكاير حتلاقي أنه بنخفض عندك قراءات السكر في الدم بالإضافة للنيكوتين اتنناتهم برفع عادة الدوبامين عندك في الجسم انخفاض الدوبامين حيؤدي إلى شعورك بالاكتئاب شعورك بالعصبية والانزعاج الشديد وهذا اللي بفسر أنه أنت لما بتكون برمضان وعما لك تسحرت على أدان الفجر على الساعة طلعش بالضبط بتبلش تشوف الديك أرنب بتصير ما بتتحاكه لأنه صر لك فترة منخفض عندك السكر والنيكوتين بعد انقضاء يوم كامل من تركك للتدخين يعني 24 ساعة تخلص كمية أول أكسيد الكربون نهائيا الموجودة في الرئة وبالتالي الرئة بتصير قادرة على البدء في بدايات عملية تنظيف نفسها من السموم والأوساخ والغبار اللي أنت كنت حريص خلال العشرين سنة والخمسة عشر سنة السابقة إنك تهريها فيهم بكل بساطة بتبلش الرئة تنقبض وتبلش الشعيرات والأهداف تشتغل بيصل لأول مرة لهدف التنظيف مش لهدف البقاء يعني حتلاحظ أنه بعد 24 ساعة بيبلش عندك يتزايد السعال بتزايد تشكل البلغم وهذا إشي لازم تنبسط عليه لأنه عمالك اليوم بتنظف بس ما بتوسخ بعده مبروك للي بوصل لليوم التاني لما أنت توصل لليوم التاني بنخفض كمية النكوتين اللي عادتا بسبب تضيق الشعيرات الدموية والأوعية الدموية في كل الجسم فنتيجة إيقافك للنيكوتين وتفتاح الأوعية الدموية بتوصل الدم الغني بالأكسوجين إلى النهايات العصبية النهايات العصبية بتبدأ تتعالج نفسها وتستشفي اللي صلها في الزمنة منذ من سنوات عم تتعرض للوفاء وعشان هيك قد يكون عندك خدران في إيديك ورجليك وعدم قدرة على الانتصاب أو عدم شعور باللذة الجنسية لما تشارك زوجتك أو تشارك زوجك نهيك عن الرائحة الكريهة اللي بتنفر الطرف الثاني منك وبكون هو أصلاً مش راغب بالعلاقة معك على كل لما أنت عمالك بتوقف السقاير ليومين عماله بتحسن عندك حتى حواستك زي الشم والذوق خلايا الذوق بتغيروا كل ثلاثة أيام فجزء من خلايا الذوق عمالهم بإنبنوا ما عم بيجيهم القطران والنيكوتين والسموم اللي عماله بتغطيهم مع الأتربة وهذه بداية رحلة إحساسك بالذوق من جديد أما في اليوم الثالث من ترك التدخين فالله يعينك مدة خروج النيكوتين من جسمك حرفياً هي يومين إلى ثلاثة فلما أنت بلشت في اليوم الثالث رح تدخل وتبلش عندك الأعراض الانسحابية من ترك التدخين مجرد ما أنت تركت التدخين وبدأت في اليوم الثالث بصير عندك انخفاض في الدوبامين والسيروتونين عندك في الجسم وبتبلش بنفس الأعراض اللي بيكبروا فيها كل المدمنين حتى اللي بيبدخلوا في الحمية الكيتو بوقف السكريات بمروا بهذه التجربة في اليوم الثالث تحديداً بصير عندك أرق وفي النوم ما بتعرف تنام بصير فيه رغبة شديدة بالتدخين الصداع التوتر الانزعاج الشديد والسرعة الغضب بالإضافة أنه بصير عندك صعوبة بالتركيز ومحرص بدك تروح من يمين لمكان لشمال مش قادر تركز تقعد في مكانك لكن بتلاحظ أنه مع نهاية اليوم الثالث بتحسن تنفسك أكتر بتصير فيه قدرة على التنفس وبتزداد طاقتك فمتزداد نشاطك مع زيادة كمية الأكسوجين واصل للخلايا وزيادة سرعة الحرق داخل هذه الخلايا بعد ما تكملوا الأسبوع الأول من إيقافك للسكاير لك تعرف أنه 12% فقط من البوقف والتدخين بوصلوا للأسبوع الأول بخلصوا بيقدروا يكملوا في رحلة قطعة السكاير والإقلاع عن هذه العادة الكريهة تعرف إيش السبب هو أصدقاء المدخن وهم مدخنون فلما أنت تكون بدأت في التعادة قطعة التدخين ضروري في نهاية الأسبوع الأول ما تطلع مع أصدقائك المدخنين ما بلزمك أصدقاء سوء حاليا بما يتخص صحتك حاليا أوقف التدخين وأوقف خروج مع أي شخص بده يدخن واللي بهمه جلستك مش ضروري يدخن قدامك حشان يحترم رغبتك فإنك تحافظ على صحتك أساسا تعرف أنه خلال الأسبوع الأول بس يخلص بتنخفض عندك مركبات بشكل عام بتحفز التجلطات اسمها بروستغلندين هاي المواد بكل بساطة بترفع الكوليسترول في الدم وتحديدا الكوليسترول الـ LDL التضار وتحديدا الـ Small Dense LDL بتخفض الـ HDL وبتزيد من تراكم الصفيحيات الدموية على بعض وبالتالي بتسرع من التجلطات بعد أسبوع بتنخفض تقريبا للثلث الشغل الثاني حتلاحظ أنه قدرتك على الاستطعام إنك تتذوق الطعام بتكون كتير متغيرة خلال أسبوعين تغيرت خلايا الدوق عندك مرتين وبالتالي نكت النكوتين عم تختفي حتى من لسانك أما إذا حبيت تسألني سؤال إنه قديش الوقت اللي بلزمني أدخي مرة تانية حتى ألاقي الأعراض السلبية ترجعلي من جديد بقولك هي تقريبا ساعة كافية لترفع السكر من جديد عندك في الدم وترفع لك ضغطك وأسبوع كامل إضافي بيقدر يخلي البرشتغلندين ترجع للقيمة ما قبل تركك للتدخين فكل بساطة هي بتبلش الأضراض من نفس اللحظة اللي بتدخل فيها هاي السموم مباشرة بعد شهر واحد بيكون 25% من اللي وأوقفوا التدخين بيستمروا في إيقافه للأبد لكن 75% عنده بفرصة أو ما يرجعوا يدخلوا من أول وجديد بتعرف أنه أنت لما تكمل شهر كامل بتبلش تلاحظ قديش رئتك صارت أنظف ونفسك صار أفضل ووقتها إذا بديت تعمل رياضة حتلاحظ أنه رياضتك بطلت زي زمان صار عندك قدرة على ممارسة الرياضة وتمارين الكاردو بسهولة لأنه صار بإمكانك توصل الأكسجين لعضلاتك بيسر وسهولة بتبلش تلاحظ أنه بصير في بطء في ظهور الشيخوخة على جلدك لأنه بكل بساطة بطلت أخذ السقائر اللي بتكسر الفيتامين A عفواً اللي بيبدي الجلد بيزداد عندك سرعة إصلاح الجلد والبشرة من أول وجديد تحمي حالك وبتقل فرصة إصابة الشخص بسرطان اللي بتمرطبط بطانة الفم والجلد على العموم وبتروح بتبلش تقل التصبغات والبقع الموجودة على جلدك واللي ما كنت تعرف لها بدي سبب طلعت من السقائر بعد ثلاث تشهر فقط من ترقك للسقائر بترتفع نسبة نجاحك في الإقلاع النهائي والتام عن التدخين 52% أضف إلى ذلك أنك بتصير تنسى أنه في يوم الأيام كنت دائماً بتسعل أو عندك بلغم وسعال مناعتك بتتحسن فبكل بساطة أنت أوقفت الأشياء اللي بتسبب التهابات بتلهي جهاز المناعة عن حمايتك من البكتيريا والفيروسات وبالتالي بتبطل تمرط كل أسبوعين وثلاثة وبتبطل كل شهر لازم عندك تغيب عن دوامك أضف إلى ذلك أنه تحسن التنفس بصير 10% أفضل من الشهر بعد تركك للتدخين أضف إلى ذلك أنه أنت عملية تركك للتدخين بيخليك تقلل فرص إصابتك بالأمراض المزمنة اللي حتماً حتصيبك إذا أنت مدخن زي السكري، أمراض القلب، التجلطات، ارتفاع الكوليسترول، وسرطان المرتبط بالتدخين بالإضافة إلى تحسن نمو الأهداف في داخل الشعب الهوائية والقصابات التنفسية ترجع قدرة الرئة على طرد الأوساخ والغبار أفضل من أول أو زي أول خلينا نقومان بالك أضف إلى ذلك أنه خلال الست أشهر الأولى من ترك التدخين ستلاحظ أنه نومك صار أكثر عمقاً بسبب انخفاض التوتر اللي كان مسببه التدخين ما تستغرب إذا أنت عندك مشكلة في الانتصاب وما عندك قدرة أساساً أنك رجعت قادر تقوم بوظائفك زي أول لأنه 50% من اللي بيكون عندهم مشاكل في الانتصاب من المدخلين بتحسنوا وبتصير أمورهم تمام بعد 6 أشهر في دراسة تانية كانت 8 أسابيع كفيلة بتحسن 5 أضعاف بعد سنة كاملة من تركك للتدخين بيكون ميلادك الجديد اللي من خلاله أوقفت عبوديتك للسجارة وزاد تركيزك وبدل ما يصير تركيزك متى أدخن على الأقل بيصير تركيزك متى أصلي المهم بتكون أوقفت كم دفع فلوسك لمن بئذيك وبتكون من خلالها وصلت لـ 90% نسبة نجاح بعدم العودة لمعاقرة السجائر والإدمان عليها من جديد وضروري أنك تكون مسجل ملاحظاتك لتجربتك حتى تضمن نجاحك حط على الفيسبوك على البرايفت أكتب كل أسبوع شو عمالك بتحس مع إيقافك للسجائر خلي كل مرحلة من المراحل اللي حكيناها اليوم تمجد إنجازك بأنك أنت تغلبت على نفسك على تاجرك على من بحب يضرك والتزمت بأنك تفيد نفسك وتفيد كل من حولك بأنك توقف للسجائر تعرف أن التصبغات اللي موجودة على شفايفك أو في لستك والموجودة على جلدك بتها تقريبا من 6 أشهر لـ 3 سنوات لتروح فمش مشكلة بجوز تلتها راحة وبجوز هلأ راحت كلها هذا باعتمد على المدة اللي أنت صار لك بتدخن فيها إذا كتسأل إنه إيش صار في دماغك في الفترة الماضية اللي أنت كنت تدخن فيها مش مهم وكأنه السقاير اللي أنت دخنته كانت عاملة ترقق في الطبقة الهلامية أو الرمادية الموجودة القشرة مع الدماغ والمسؤولة عن التفكير والمسؤولة عن تعلم الجديد بالإضافة هي المسؤولة عن عملية الإدراك وهذا اللي كان مخليك مش قادر تترك السقاير اليوم أنت تحسنت وبعتقد تحسن قدرتك على الإدراك والتفكير بمنطقية مع تحسن قشرة الدماغ عندك هو اللي حيمنعك بعد سنة ترجع لعادة التدخين أما الجواب على السؤال إيش أفضل مشروب ممكن أستخدمه في هاي المرحلة اللي أنا بتترك فيها التدخين حتى أنظف رئتي أول إشي الشاي سواء كان أخضر أو كان أحمر مليان بموضادات الأكسدة اللي بتقلل احتمالية إصابة الشخص بالسرطان وتساعد على تقليل الالتهابات مش غلط تاخد خميرة بيرا وأوميغا ثرين إنهم ضروريين جدا لعادة استشفاء الجلد عندك واستشفاء العصاب عشان البيوان اللي فيها أضف إلى ذلك خذ الميرامية كمشروب فالميرامية ممتازة جدا في طرق ضرق بلغم والأوساخ من الرئة إذا أخذت الميرامية حتلاحظ مباشرة إنه يبلش عندك رئتك تطرد ما فيها وإذا كان عندك سعال في الفترة اللي هي بعد 24 ساعة حط النعنع مع الشاي فالنعنع بيخدر الالتهابات والاحتقانات الموجودة في الحلقة بنهاية حلقتنا اليوم مبروك صار لك 15 دقيقة قاطع السقاير فهكمل للعشرين دقيقة وقيس الضغط عندك بعدها بساعتين قيس السكر بعدها بثمان ساعات شوف التغيرات اللي ستصير وشوف كيف الكحة ستصير معك بعد 24 ساعة خلينا نبلش في بداية الحلقة اكتب لي بالتعليقات من كم سنة صار لك بالدخن وكم كان عمرك لما أغوك بالتدخين هل أنت أوقفت التدخين إذا أوقفته بالله اكتب لي بالتعليقات كيف أوقفته خلي كل الناس المدخنين يستفيدوا من الطريقة اللي أنت أوقفت التدخين فيها طبعا أفضل طريقة هي إيقافها مباشرة بدون تدريج وفي نهاية حلقتنا اليوم شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير لأنه زكاة العلم نشره وزكاة العلم خير وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة أو تكبس شابت الجرس حتى يأتيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إليك لا تبخل علينا أنك تعملنا لايك لأنه نحن بتشجيعك من استمر وكل ما في الحلقة من معلومات ومصادر موجودة في المقالة المثبتة في التعليقات وموجودة أكيد بصندوق الوسط وأكيد أكيد تستطيع تتابعيني على الإنستغرام والسناب شات وتويتر وتيك توك وكل ما تستطيع تنضموا لعالمنا الرائع بالفيسبوك وعالم سمارس كيتو أنت فاستين كلينت هذا العالم يضم أكثر من 140 ألف شخص بعملوا حملة الكيتو وقديروا عبالهم على صحتهم مثلك أنت وإذا بدك معلومات إضافية أو عن كيفية أو ماذا يحدث في مريض السكري إذا أوقف السكر لأربعين يوم أو تلاتين اكبس على الحلقة والرابط الجهود